السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في الصفحة التاسعة والستون من كتاب في رهاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اليوم إن شاء الله مع الكتابة الانتاج الكتابي الحصة الأولى أفهم الموضوع أحمي عيني لن ألاحظ المشاهد دان ماذا نلاحظ في الصورة الأولى نلاحظ سيارة ينبعث منها ضخان ووراء تلك السيارة يوجد طفل صغير يستنشق تلك ذلك الدخان أو ما ينبعث من غازات من السيارة هنا نلاحظ أن الطفلة تقرأ في غرفة يعني غير مضاءة بشكل جيد وهنا أمها انتبهت إلى ذلك فذهبت لتنرى المكان هنا نلاحظ أن هذه الفتاة تجلس بالقرب من شاشة التلفاز وهذا مما سيعود سلبا على عيني عينيها لأن التلفاز ينبعث منه ضوء يؤثر على الأعين لذلك ينصح أن نكون بعيدين على تلك الأضواء أيضا التلفاز إذن هنا ثانيا أشارك في كل مشهد بتوقعاتي إذن ماذا تقول لهذا الطفل؟ إذن ابتعد عن غازات السيارات إذن الغازات للسيارات يجب أن نبتعد عنها قدر الإمكان لأنها كذلك تؤثر على صحتنا ومنها أعيننا إذن هنا هذه الفتاة التي تقرأ في غرفة شبه مظلمة إذن نقول لها لا تقرأي في غرفة مظلمة إذن لأن غرفة المظلمة سوف تتعب العينان عند قراءتنا للكتب إذن لها قدام إنارتها حتى نستطيع القراءة بكل أريحية إذن هذه الفتاة ماذا تقول لها إجتنبي أو لا إجتنب الإقترار من التلفاز لأبدأ من إجتناب الإقترار من التلفاز حتى لا تؤثر أو لا يؤثر علينا ضوء التلفاز في أعيننا الآن نمر إلى الحصة الثانية أبني فقرة بمفردي أكمل بناء فقرة بمفردي الذين نصحني الطبيب قائلا يا بني ابتعد عن ولا واجتنب إذن نصحني الطبيب قائلا يا بني ابتعد عن واجتنب غازات غازات السيارات ولا تقرأ في غرفة شبه مظلمة واجتنب 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 الاقترار من التلفاز لن نصحني الطبيب قائلا يا بني ابتعد عن غازات السيارات ولا تقرأ في غرفة شبه مظلمة واجتنب الاقترار من التلفاز لأن كل هذه الأشياء تؤثر على العينين لذلك يجب أن نجتنبها حتى نؤثر على عينين لأن نمر إلى القراءة المشتركة أنا طفل سليم صحتي نعمة صحتي نعمة وهناء احفظوا بالتلقيح من كل ضرر ووباء اعتدل في شربي وأكلي كل صباح وكل مساء صحتي نعمة سنعيد القراءة مرة ثانية أنا طفل سليم يعني أنا طفل سليم من الأمراض والأسقام صحتي نعمة إذن فالصحة نعمة يهب الله سبحانه وتعالى لمن يشاء لذلك وجب علينا المحافظة عليها حتى لا تضيع فالصحة أو كل نعمة يجب أن نحافظ عليها وأن نشكر الله سبحانه وتعالى حتى تدوم وإلا زالت فصحتي نعمة يجب المحافظة عليها صحتي نعمة وهناء إذن إنسان عندما يكون بصحة جيدة يعمه كذلك الهناء أحفظها بالتلقيح إذن أحفظ هذه الصحة بالتلقيح من ماذا؟ من كل ضرر ووباء حتى لا يصيبني أي ضرر في صحتي وأي وباء معدن أعتدل في شربي وأكلي كل صباح وكل مساء إذن كيف أحافظ على هذه الصحة؟ وهي بالاعتدال في الأكل والشرب لا يجب أن نفرط في الأكل أكثر من اللازم وإنما يجب أن يكون الاعتدال في ذلك حتى لا نؤذي صحتنا صحتي نعمة دل نعيد قراءة أخيرة أنا طفل سليم صحتي نعمة صحتي نعمة وهناء أحفظها بالتلقيح من كل ضرر ووباء أعتدل في شربي وأكلي كل صباح وكل مساء صحتي نعمة صحتي نعمة شكرا